في الحقيقة ما فيه شك أن ثورة الذكاء الاصطناعي بدأت بشكل مختلف نحن دلوقتي بنعيش عصر جديد من عصور الـ AI وده سبب حالة من الجدل اللي حصلت مبارح بعد إعلان جوائز نوبل في الفيزياء واللي منحت للعالمين الأمريكي جون هوبفيلد والعالم الكندي جيفري هنتون لقيامهم بتطوير أساليب التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية عندما كانتش مصار الجدل الوحيد يا مصطفى ولكن الجيزة جت بعد يوم واحد من أعلان الفائزين بجازة نوبل في الطب عن اكتشاف يعد ثورة في مجال الطب واللي ساهم في فهمنا العميق لأليات تنظيم الجينات خلينا نعرف بقى تفاصيل أكتر عن الجدل الدائر وعن الاختيارات خلينا نعرف كل تفاصيل دي من الأستاذ أشرف أمين رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام يعني منورنا في صباح الخير يا وصر أهلا بك أهلا بحضرتك في البداية هم نتكلم على جون هوبفيلد والعالم الكندي كمان جيفري هينتون هم نتكلم أنه دول يعني تم اختيارهم في مجال الفيزياء جون هوبفيلد مفهومة بس فيه جدل على جيفري هينتون تحديدا ديه هو فيه جدل على الاثنين بشكل عام لأنه المتعارف عليه الجوائز بتاعة نوبل هي للعلوم الأساسية أنه مجال جديد في العلم بيتم العلماء بيشتغلوا عليه وبعد كده الناس اللي بيشتغلوا بقى في الحاجات التطبيقية يستفيدوا من هذا المجال يعني الناس اللي بيشتغلوا في البحوث الأساسية مثلا في الطب يعملوا حاجة في الجينات بعد كده الدكاترة يستفيدوا من ده في الفيزياء الفيزيائيين يحطوا نظريات يفكروا في حاجات وبعد كده المهندسين بقى يشتغلوا ففيه يعني الفيزيائيين على مستوى العالم العلماء الفيزياء بيشوفوا أنه هم اللي بيحطوا النظريات والأفكار وكده وبالتالي كان فيه حالة صدمة أنه اللي حصلوا السنة دي هم مش فيزيائيين هم مهندسين والمهندسين في علوم الكمبيوتر عندهم جائزة خاصة بيهم اللي هي اسمها التيرينج أورد أو الجائزة تيرينج دي بتمنح اللي بيطوروا في علوم الكمبيوتر والحاسبات والذكاء الاصطناعي هو امتداد للتطور في مجالات طبعا زعل الفيزيائيين وزعل الفيزيائيين بس اللجنة وهي بتوضح كان بتقول أنه الشغل اللي اشتغلوا عليه كان قايم على بعض الأسس الفيزيائية والشغل اللي اشتغلوا عليه أنه هم عملوا حاجة زي المحكاة المخ بيفكر من خلال شبكات عصبية فعملنا حاجة اسمها شبكات عصبية اصطناعية لو تفتكروا يعني زمان الواحد لما كان بيتعلم كمبيوتر كان عشان نكسر الهيبة دي أنا فاكر كان مدرب يعني لنا بيمدرس ويدرسنا فبيقول لنا إيه اكتبوا على الشاشة الكمبيوتر جهاز غبي ويطبعوها وحطوها لأنه هو في الآخر بياخد أوامر ويتنفذها الدنيا تطورت دلوقتي ولم يصبح كذلك هو بجهاز ممكن ذكي لأنه بيفكر بيقدر يحلل الصور بيخرج بنتائج بيعمل معاك دردشة صحيح ودخلنا في عصر الميكانة والأوتوميشن وما إلى ذلك وده اللي تقال بالزبط في اللجنة أنه الآلة دلوقتي لم تعد كذا لا ده عندها فكرة التعلم الذاتي وتصحح من أخطاقها وعندها مهارات جديرة بأن هي على وقع هذا التطبيقات الكتيرة فلقوا أن هي تستحق جايزة الفيزياء جيفري هينتون اسم مثل ما قالت جمانا مثير للجدل هو استقال من جوجل بعد تخوفه من الذكاء للصناع يركب العالم وقال أنه عندي تخوفات وعندي كده وهو ربنا عواض وهو خد نور هو تفاجئ كمان ومن ضمن الحاجات الطريفة يقول أنه كان عندي معاد أنه أعمل سكان على جسمي هو رجل كبير عنده 76 سنة وتفاجئ أنه مش في دائرة التوقعات أنه يكون حصل على هذه الجائزة ولما استقال السنة الفاتت قال جملك التالي عشان أتكلم بحرية لأن طبعا الناس لما بتبقى بتشتغل في شركات عالمية كبيرة بتبقى ملتزمة بالتصريحات وفي تصريحاته آه هو عنده تخوفات إن إذا لم يكن هناك إطار أخلاقي تنظيمي تشريعي لإدارة الذكاء الإصطناعي وتطوير الذكاء الإصطناعي فهناك تخوفات كبيرة جدا أن الآلة ممكن يبقى ليها سيطرة معها على علاقات البشر قرارات حاجات كثيرة جدا وده الصراع اللي احنا كنا نفرج عليه زمان في أفلام الساينس فكشن دلوقتي احنا بنعيشه فعلا ما بقاش أفلام ما بقاش ساينس فكشن ما بقاش خيال علمي ويمكن المفارقة أن جيفي هنطن تحديدا يعني يطلق عليه أي آي جات فاضر عرب الذكاء الإصطناعي فإنه يخرج ويستقيل من جوجل لشان يقدر يتكلم براحته زي ما هو قال وإنه متخوف من الذكاء الإصطناعي فبكل تأكيد هو كان سابق خطوات كتير وشاف النتائج اللي ممكن تكون تخوف إلى حد كبير على حد يعني تصريحاته طيب خيني أرجع مع حضرك تاني لفكرة البحث أو المشروع اللي أم بيه العالمين وهو تطوير أساليب التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الإصطناعية صحيح إيه الأبليكيشنز اللي ممكن نستفيد بيها أو الإنسانية تستفيد بيها واللي على أساسها تم وضع أسامي وعليل على إيه الجائزة نابل ما فيش حد بيسمعنا أو بيستخدم جهاز كومبيوتر ما بيستخدمش يوميا من أول الترجمة الآلية لو أنت عندك نص بأي لغة في العالم وعايز تترجمه لفكرة التعرف على الصور لما أنت الوقت أغلب الأجهزة الذكية لما توري وشك بيتعرف عليك أو بيتعرف على صور تحط صورة ترفعها فيبدأ يعرف مكونات هذه الصورة الدردشة الآلية اللي هي المسمى الشاتبوت أنت بتتكلم مع آلة شات جي بي تي بنسأله أسئلة وبيرد علينا شات جي بي تي ده جزء من الموضوع اللي عمل الأسس بتاعت أن تبقى عندك آلة قادرة على التذكر وعلى تحليل وعلى التوقع بناء على المعلومات وعلى التعلم من أخطأها يعني وحتى في مجالات معقدة دلوقتي مثلا في الطب فيه برمجيات وتطبيقات بدل ما الطبيب يقعد يقرأ الأشعة يتفرج على صورة صورة بقى فيه آلية لأنه هو وفقا لتدريب معين للآلة خواريزميات خواريزميات تعطيها مجموعة الأشعات فيقدر يعمل فرز سريع فيقول للدكتور مثلا الأشعات دي هي اللي ممكن يبقى فيها مثلا خلايا فيها مرض أو ورم والأشعات الباقيها سريع ما فيش في البحث العلمي يعني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أول الهاتف المحمول في الاستخداماتنا اليومية يعني أكيد حضرتك عارف يعني دلوقتي لما ما حد بتجيله رسائل إيميلات مثلا أنا مثلا جات لي رسالة أنه مثلا رحلتك حد بيعيت لي أن أنا عندي طيرة بكر فالآلة دلوقتي تقدر تقولك لو فيه أنه فيه إضراب في المطار الفلاني في أوروبا لا ويربط المعلومتين ببعض فيبعث لك أنت خد بالك آه ده بتحصل لأنها في الآخر كم البيانات الضخمة اللي الآلة متاحة لها بتخليها تقدر تربط الحاجات ببعض وتتيح ليك مثلا إحنا لما بنفتح المنصات التواصل الاجتماعي أنت بتشوف الحاجات اللي بتهمك أنت واللي هي داتة أولويات بالنسبة لك ففيه محتوى مشخصا على وفق الاهتماماتك ولو أنت تكلمت جنبها وقلت أي حاجة مثلا من جنب الجهاز فالجهاز بيسمع وبيوفر لك ده وكلنا بنعيش هذه التطبيقات فكل التطبيقات دي وطبعا أنه حاجات بقى معقدة ما فيش شغل في البحث العلمي دلوقتي ما بيعتمدش على التطبيقات الذكاء الاصطناعي ومساعدة الآلة وما إلى ذلك طيب يعني أستاذ أشرف إحنا كلامنا مع حضرتك لسه مستمر بس خلينا نروح نعرف تفاصيل يمكن منح جائزة نابل في الفيزيكس أو الفيزييا زي ما كل منتكلم في السنة دي عشرين أربعة وعشرين للعلمين جون هوبفيلد وجيفري هينتون تقديرا لإسهمتهم الباريزة في تطوير تقنيات الدفاء الاصطناعي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية نرجع لحضرتك في حدث تاريخي غير مسبوق أعلنت لجنة نابل عن فوز علمين بارزين بجائزة نابل في الفيزياء لعام 2024 هذا الحدث الذي أثار دهشة العلماء والجمهور على حد سواء يعود الفضل فيه إلى الاكتشافات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي فقد فاز العالم الأمريكي جون هوبفيلد والعالم الكندي جيفري هينتون بهذه الجائزة المرموقة تقديرا لجهودهما المبذولة في تطوير أساليب التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية هذه التقنيات الثورية أصبحت العمود الفقري للعديد من التطبيقات التي نستخدمها يوميا بدءا من محركات البحث وحتى السيارات ذاتية القيادة ما يميز هذا الإنجاز هو استخدام الحائزين على الجائزة لأدوات فيزيائية لتطوير هذه الأساليب فقد تمكن هوبفيلد من ابتكار ذاكرة ارتباطية قادرة على تخزين وإعادة بناء الأنماط المعقدة بينما ابتكر هينتون طريقة للعثور على الخصائص المخفية في البيانات مما ساهم في تحسين أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير كما أعلنت لجنة نوبل عن منح جائزة نوبل في الطب للطبيبين الأمريكيين فيكتور أمبروس وجاري رافكن لاكتشافهم الحمض الريبوزي النووي المايكرووي وهو اكتشاف يعد ثورة في مجال الطب هذا الاكتشاف ساهم في فهمنا العميق لأليات تنظيم الجينات وفتح أفاقا جديدة لعلاج العديد من الأمراض هذه الاكتشافات الرائدة تؤكد لنا أننا على أعتاب عصر جديد من التقدم العلمي والتكنولوجي فالتطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا واسعة أمام حل العديد من التحديات التي تواجه البشرية وبعد الجيزة اللي شفناها في مجال الفيزياء عايزين نقول أن النهاردة الإعلان الخاص بجوائز نوبل في الكيمياء والنهاردة أيضا بيصادف أن بيمر 25 سنة ربع قرن بالتحديد على فوز العالم المصري الأمريكي أحمد زويل على جائزة نوبل والنهاردة أيضا في أحد المرشحين هو أردني أمريكي داخل هذا السباق في جائزة نوبل خليت تعرف التفاصيل معك من رحب مرة تاني بأستاذ أشرف أمين رئيس القسم العلمي في جنة الأهرام للتوضيح حول هذه الأمور كلمنا عن هذه القصة الأول عن دكتور زويل ولا عن لا عن المرشح بقى الأردن طيب هو كل سنة بيبقى فيه زي كده بورس الترشيحات وبيبقى طبعا المصار اللي اللجنة نوبل بتشتغل عليه بيبقى على مدار السنة يعني من سبتمبر وثلاثة أشهر كمان بيبقى فيه ترشيحات يعني العلماء اللي خدوا نوبل بيقولوا مين في المجال تخصصهم أو في المجال العلمي ده جدير بدأ الهيئات وما إلى ذلك من ضمن الأسماء اللي بقالها كذا سنة بقالها خمس ست سنين يعني في بورسة الترشيحات وده لأنه حجم الاستشهاد بالأبحاث بتاعته كبير جدا حجم الإسهام اللي عمله في مجال العلوم الكيميائية كبير وهو عالم عربي اسمه عمر مؤنس ياغي هو ياغي ياغي هو أردني أمريكي ومعه الجنسية السعودية برضو ساهم في تطور كبير جدا في مجال المركبات الكيميائية بحيث أنها بقى لها تطبيقات في مجال الفلاتر وفي مجال يعني حتى لها علم مجال تخصص لي خاص به اسمه الام او اف ده ليه تطبيقات صناعية كبيرة ومهولة في مجال توقية المياه يعني والهوى والملوثات وحاجات كتيرة جدا وهو الأدخل هذا المجال يعني زي ما زويل كان الأب الروحي لعلم الفيمتو كيميا فعمر ياغي هو الأب الروحي لمجال متخصص جدا في التركيبات الكيميائية العضوية المركبات نصنع أشكال من المركبات جديدة في المجال العلبي وتم الاستشهاد بأبحاثه بأرقام فلكية فيارب يكون من ضمن يعني يفوز السنة دي لأنه يعني الأمال معقودة أن طبعا يعتلي هذه المنصة عالم عربي بعد فترة سنوات كتيرة يعني طبعا يرجع مع حضرتك مرة تانية لفكرة الدكاء الاصطناعي والتخوف من الدكاء الاصطناعي في فريق آخر شايف بالعكس أنه مش المفروض أن يكون فيه تخوف من الدكاء الاصطناعي المفروض أنه يبقى فيه نتعامل مع إيجابيات الأي آي أو دكاء الاصطناعي وبالعكس أنه الإنسان يطور من نفسه عشان يقدر يطور فيه أكتر وأكتر سعيل حضرتك شايف أنه أنا فريق يكسب يعني أنا فريق ممكن نقول تخوفاته أو توقعاته هي الأقرب إلى الصح في مشكلة تاريخية أزالية أنه خطوات العلم أسبق بكتير جدا العلم الأساسي والعلوم التطبيعية أسبق بتسبق بكتير جدا من العلوم الاجتماعية فإحنا بيبقى عندنا ابتكار بس ما عندناش فهم أو وعي للإطار التنظيمي لهذا الابتكار فبنغلط وبنقع في مشاكل لغاية ما يعني كل من هم في العلوم الإنسانية اللي هم القانونيين وعلوم الاجتماع وطبعا لو دخلوا بقى طبعا رجال الدين وما إلى ذلك اللي هو يحطوا الإطار الأخلاقي للموضوع ويمكن نسترجع من الحكاية دي نوبل نفسه هو اختراع البرود توجيه البرود أنه يبقى سلاح وكذا دي حدوتها تانية اختراع التكنولوجيا حاجة توظيف التكنولوجيا للشر أو الخير هو في الآخر سلوك إنساني بس ما نقدرش نلوم العلم قائم على متطلبات السوق ومتطلبات السوق التحديات السياسات وما إلى ذلك فإحنا دلوقتي بحكم التطور العلمي نمتلك أداة أو تطبيقات تقدر تعمل الخير وتقدر تعمل الشر اللي يقدر يوظف توظيف البحث الانساني إزاي الهندسة الورصية الهندسة الورصية انت ممكن تعمل بها تطبيقات تفيد الإنسانية وممكن تعمل تطبيقات أو شغل فيها وتعديلات تهدد الإنسانية نفسها ويبقى فيه فيروسات تفتك ببشر وندخل بقى في الحروب الباولوجية وما إلى ذلك فالإطار الأخلاقي هو إطار عالمي وإطار محلي ووعي يعني أن الناس بتوع العلوم الاجتماعية والقانونيين يبقوا فهمين العلم راح فين بره مثلا من الحاجات الملهمة وأتمنى أننا نعيشها دي عندهم حاجة أسمعها علوم المستقبليات اللي هو العلم راح فين وإحنا مع العلم بقى هنقدر إزاي نمبرس أو يعني نحتضن هذا التطور ده بحيث أن إحنا نوجهه لمصلحتنا والمصلحت الإنسانية رحية أستاذ شايفي فكرة يعني مش فقط فكرة التوجيه للخير ولا الشر ولكن فكرة الإحلال والتجديد زي ما بنقول كده أنه هيبقى الـ AI أو دكالي الإصطناعي هياخد مكان وظائف كتير جدا بما أنه قادر أنه هو يخرج بنتائج ويحلل ويقدر يقوم بحاجات كتير جدا مشابهة للعقل البشري أو اللي بيقوم به الإنسان فهي مش فكرة بس توجيه للخير والشر ولكن فكرة أنه مواكبة الحدث مواكبة العصر إيجاد وظائف جديدة إيجاد استخدامات جديدة إيجاد توظيف كمان طريقة توظيف يعني عشان نقدر إحنا كبشر نكون موجودين معا لأي حالة بشكر حدك طبعا شكرا جزيلا أستاذ أشرف أمين رئيس الصفحة العلمية بجريد الأهرم شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك